مرس الحمل وألم البطن المثير للقلق يمر جسم النساء بالعديد من التغيرات خلال فترة الحمل تشمل هذه التغيرات الجسدية والهرمونية التي يمكن أن تسبب المغص والغازات الزائدة ويمكن أن يتراوح المغص من الانزعاج المعتدل إلى الألم الشديد في جميع أنحاء البطن والظهر والصدر وقد تلاحظ النساء الحوامل أيضا الانتفاخات في المعدة أو تقلصات الأمعاء تزداد هرمونات البروجسترون والإستروجين بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يخضع الجسم لتغيرات هرمونية جدرية تزيد هرمونات البروجسترون والإستروجين بشكل كبير في بطنة الرحم للتحضير للجنين المتنامي حيث يريح البروجسترون العضلات في الجسم بما في ذلك الأمعاء وإثناء استفقاء الأمعاء يبطئ الجهاز الهضمي بشكل كبير كما أن المستويات المرتفعة من هرمون الاستروجين يمكن أن يسبب الجسم للحفاظ على المياه والغازات وهذا يمكن أن يسبب عدم الراحة والألم في البطن وهذا يحدث أثناء الحمل المبكر أما بالنسبة للحمل المتأخر فخلال الثلث الثاني والثالث من الحمل تتلاشى أعراض مثل غثيان الصباح والتعب لأن الرحم يغير موضعه لاستيعاب الجنين المتنامي ومع توسع الرحم فإنه يضغط على الأعضاء المحيطة مما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والغازات الزائدة ومغص الحمل وهذا يمكن أن يسبب الانتفاخات والغازات غير مريحة وعلى الرغم من أن التغيرات الناتجة عن الحمل يمكن أن تسبب أعراض غير مريحة إلا أن هذه التغيرات ضرورية للجنين المتنامي ويمكن أن تساعد تغيرات نمط الحياة في تقليل الغازات الزائدة وتقليل بعض الأعراض غير مريحة التي تصاحب الغازات الزائدة وبعض العادات الغذائية يمكن أن تجعل المغص أسوأ أثناء الحمل وفي المراحل اللاحقة من الحمل قد ترغب النساء في التفكير في تناول عدة وجبات صغيرة طوال اليوم ويمكن أن يساعد شرب المياه على تحسين العضم ومنع تقلصات العضلات ومن المعروف أن بعض الأطعمة تسبب المغص الزائد ويمكن أن يشمل ذلك الأطعمة المقلية مثل الفاصولية والخضروات الصنوبرية ومنتجات الألبان مثل الحليب واللمن وكل الحبوب والمشروبات الغازية مثل الصورة أو المياه الفوارة وقد يعرف بعض النساء كيف يكون مغص الحمل وقد تخفف النساء من ألم الغازات والانتفاخات عن طريق تجنب هذه الأطعمة والمشروبات ويستجيب الجميع للأطعمة بشكل مختلف لذلك فإن الاحتفاظ بدفتر يومي للأغذية هو وسيلة جيدة لمعرفة الأطعمة التي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ويعتبر الإمساك والانتفاخ من الأعراض الشائعة أثناء الحمل ويمكن أن يتسبب الغازات الزائدة في حدوث مغص وألم الحاد في البطن والظهر والصدر ومع ذلك فإن ألم البطن هو أحد الأعراض الشائعة للحالات الطبية الأخرى وإن إدراك الحالات الأخرى التي قد تسبب هذه الأعراض يمكن أن تساعد الشخص على تقرير ما إذا كان يحتاج إلى مراجعة الطبيب لمعرفة مغص البطن مثل الإمساك أو متلازمة القولون العصبي أو المخاض الكاذب أو ألام الرباط المستديرة ترجمة نانسي قنقر